أفول النجم الأمريكي عن سماء المنطقة أصبح هاجس خوف عند حلفاء واشنطن من القادم المشهد الأفغاني فتح باب التساؤلات عن مصير حلفاء واشنطن أو بالأحرى الحكومات التي جلبتها أمريكا للدول التي غزتها وبطبيعة الحال العراق في مقدمة هذه البلدان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسف بوريل أطلق تحذيرات من الأزمات التي ستهدد العراق ومنطقة الساحل الأفريقي في حال الانسحاب الأمريكي من المنطقة ودعا إلى إيجاد قوة أوروبية تملأ فراغ رحيل القوات الأمريكية عن العراق جوسف بوريل صدم بالمشهد الأفغاني وحمل المسؤولية لإدارة بايدن التي لم تستشر الأوروبيين بانسحاب جنودها بهذه الطريقة لكن بايدن بدأ يرسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية الجديدة عندما قال إن بلاده طوت صفحة الحرب مع الآخرين وحول الدعوة الأوروبية لإرسال قوة إلى العراق يدور السؤال الأهم كيف لم تعتبر هذه الدول من حروب أمريكا العبثية في المنطقة لتنجر إلى مستنقع المنطقة بجيش بري قوامه خمسون ألف كما دعا إلى ذلك جوسف بوريل إضافة إلى ذلك دخول قوة بهذا الحجم إلى العراق بدلا عن القوات الأمريكية سيزيد المشهد تعقيدا من حيث هو متوتر أصلا بسبب الميليشيات وإيران والحروب الدائرة في الجوار العراقي المبارك الأول للخطوة الأوروبية هي الأحزاب التي استعذبت التقوي بالقوى الخارجية لتمارس دورها في تمزيق العراق ونهب ثرواته ولا مانع لديها من جلب كل قوى الاحتلال العالمية شريطة أن تتولى وظيفة تعقيب معاملات الاحتلال مقابل بقائها في السلطة شكرا شكرا